أستاذ ممدوح من الإسكندرية يتفضل السلام عليكم عليكم السلام عليك يا شيخنا نعم وفضل الحمد لله أولا أنا نفسي أكلم عليكم من زمان أن أنا أسلم عليك لأن أنا مواجه بشخصية حضرتك وفضرتك في الكلام أتشرف بحد ذلك يا فند الله يخليك الشرف لينا ثانيا أنا والله بكلم عليك بموضوع كده هو شغلي شوية بموضوع أن أنا بصلي وبقطع باستمرار وبتصلي وإيه سدي وبقطع باستمرار آه يعني ده يعني القطع ده يعني يعني بتصلي يوم وتقطع يوم ولا بتصلي فترة طويلة وبعدين تحصل لا ده أنا ممكن أصلي مثلا مرة في الأسبوع كله مرة آه والموضوع بيبقى تعبني يعني الموضوع مش ببقى حاسس بالزنب وكده بس مش قادر يعني ده أمر نفس يا سيدي ده أمر نفس خلينا أستاذ أسأل حضاك سؤالين ثلاثة بس أستاذ بضحط عشان نلحق أول سؤال هل حضرتك حصل أن أنت مثلا كنت متعرض لأشياء وبعدين دعيت ربك لكتير وبعدين ما استجبش معنات اتعرضت الأشياء مع ناس كانوا ملتزمين وكده آه طبعا 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 فإن اللي حصل فأنت حسيت أن التدين التدين ما بيعملش حاجة في أخلاق الناس آه فعلا فعلا أنا أقول الفكرة دي باستمرار حتى لما بيجي حد زميل ملتزم يكلمني أو كده بهجمه باستمرار أنا عايز أقول لحضر لك حاجة يعني دي مفاجأة ما فيش مصطلح اسم ملتزم في واحد طقم في واحد مقبل على الله في واحد طيب ايه دي المصطلحات اللي لما كانت موجودة عندنا ما كانش بيحصل لنا الصدمات دي ليه احنا عندنا شخص طيب ما عندناش واحد عنده لقب اسمه ملتزم ده اللقب الملتزم ده تلتب عليه مراكز حياتية مش موجودة احنا راجل الطيب ده طيب لأنه بيعامل ربنا طيب لأنه أخلاقه تخلي اللي قدامه يسعد ويفرح ويتهنى فمصطلح ملتزم ده الملتزم ده هو المعبر والناطق باسم الدين هذا كلام غير صحيح احنا عندنا واحد طيب عندنا واحد بتاع ربنا كان زمان عندنا حاجة اسمه واحد طيب يعني وشه منور وقلبه منور وأخلاقه طيبة لما تقعد معاه كده تحس انه هو زي النسمة هو ده شخص الطيب هو ده الشخص المتدين هو ده اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال انه هو النار حرام عليه حرام على السهل الهين اللي احنا ده اللي احنا عايزينه لكن مش عايزين واحد بيقول انه هو في كل التصرف وانتصرفاته بيعبر على الدين ويتعامل مع الناس بخشونة ويتعامل عن الناس بانه هو صاحب الحق وهم مش اصحاب الحق وهو في الحقيقة فاهم الدين فاهم خطأ وكمان نفسه الامارة بالسوء هو ما ترباش وما حصلوش اي نوع من انواع التزكية انا شفت الكلام ده ما حصلوش تزكية فإن اللي حاصل فكل الناس اللي حواليه قاعدين بيتجرحوا ويتئزوا فانا انا اسف يعني انا غير موافع على لفظ ملتز لان اللفظ ده جر كبر على الناس وجر مشاكل على الناس انا افهم ان في عندنا مصطلح طيب تعالوا نستخدم مرة تانية المفاهيم التي والتعبيرات التي تعيد الناس الى الاخلاق تعيد الناس الى الاخلاق لكن المفاهيم التي تكرس التبقية الدينية ان في واحد افضل من حد تاني ده وقت اللي خلى الناس متأسمين في ناس ملتزمين ويفضلوا ملتزمين وناس مش ملتزمين ويفضلوا مش ملتزمين ايه 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 الطبقية الدينية دي احنا عبيد لله كلنا عبيد لله كلنا محتاجين لمولانا سبحانه وتعالى كلنا موفقين من الله سبحانه وتعالى او مختبرين من الله سبحانه وتعالى ليه هذه الطبقية الدينية عشان احنا ييجي بقى الشخص اللي هو بيروج لهذه الفكرة ييجي يقولك ما انت عجبك ان الناس تبقى في المعاصي ده ما كانش كده ما كانش حد يعني انا انا اسأل سؤال هذا المصطلح كان في حد من الصحابة اسمه الصحابة الملتزم الصحابة غير الملتزم مش انت طول الوقت بتقول لنا ان انت بتتبع الصحابة هل ده كان في عصر الصحابة كان سيدنا ابو بكر المبشر بالجنة والذي هو الصديق والذي هو ثانية سنين اذا هما في الغار كان يقول ايه لو احدى قدمها في الجنة والاخرى خارجها ما امنتوا مكر الله كان ساكت ما بيعبرش ولا حد بيتعامل معها لانه هو الشخص الملتزم اللي هو في طبقة تانية ولا في درجة تانية احنا محتاجين نرجع تاني ازلاء فقراء لله لله سبحانه وتعالى محتاجين نرجع تاني الى حالة الانكسار لله محتاجين نرجع تاني الى حالة الطيابة محتاجين مرة تانية نرجع للاختباء في نور الله محتاجين ان احنا ما نتكلمش كتير عن الدين ولكن نعيش بالدين محتاجين ده ده اللي يخلي الدين حقيقة في حياتنا وما يخلناش عندنا كل الاثار السلبية اللي احنا بنشوفها احنا محتاجين شويتين تلاتة نرجع الدين ونفهم ان الدين خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين وهذا سيكون اكثر خفاءا مش اكثر اعلانا فلازم نفهم ده انا والله دايما الناس بفاجئوني ان الشاء وانا مسلا على سبيل المسال حاجة مشهورة عندي في الافتاء انا لما يجي حد يقول لي والله المسألة دي اختلف فيها الشيوخ اسأله من الشيوخ يطلع الملتحين مين قال ان هم الشيوخ مين اللي اداهم حق ان هم يتكلموا في الدين مفهوم الالتزام والله اسلف لان ملتزم فيتكلم في الدين وهمش عارف ان هو كده اجراءكم على الفتية اجراءكم على النار وهمش عارف ولا تقولوا لما تصفوا لسنتكم الكذب هذا حلن وهذا حرام لي تفتروا على الله الكذب اهو النتيجة هو انا مش دي النتيجة بس النتيجة لما قالوا هو ده طريق الالتزام فهو ممشيش فيه لان هو شايف ان فيه حاجات من الصحيحة لان اصحابه فاهمين فاهم خطأ فكانت النتيجة ايه الراجل ألحل لان هو ايه اللي حاصل ما انت مقدم له طريق واحد فالطريق ده ما ينفعش خلاص انا مش عايز الدين بكل ايه يا سادة اربعوا على انفسكم انا طلبي ان يتدين الناس في انفسهم لا في الاخرين خليك متدين في نفسك كده خليك طيب خليك منور خليك هادي خليك زي النسمة طب واتغيير المجتمع ما لكش دعوة فيه ناس هما بيشتغلوا في تغيير المجتمع اصلا مش مستأمنهم وانت من اهل العلم ولا من اهل المعرفة ولا من اهل القدرة عشان انت تقوم بدا طب بتعمل كده ليه عشان الدين هين وسهل كده عليك ارجوكم بلاش القصة دي القصة دي وجعتنا وخلت الناس كتيرة خلت اللي خلعت الحجاب واللي ترك الصلاة زي اخونا ممدوح يا جماعة اربعوا على انفسكم من قال هلك الناس فهو اهلكهم فهو اهلكهم بلاش نهلك بعض ونرجع تاني نتدين ونتعامل مع الله يا سيدي عندما تبقى مع الله يا سعدك وهناك يا هذه الدنيا الواسعة حضرة مولانا سبحانه وتعالى وابقى في معية مولانا مش فاضيين ان احنا نتدين في حياة الناس واحد يقولك ما هو دوات شكل التدين اللي بيعمل ايه اللي بيخلي التدين منكسر وبيخلي التدين مش قادر اه ما انت عايز التدين بتاع السلطة ان انت تتسلط وتتولى وتتجبر وتصنف الناس لا يا سيدي لا والله يا ابن التدين ده نور من السلطة ارجعوا تاني ان الايمان نور من السلطة ساعتها مش هيطلع تاني حد يتوجع تاني زي استاذ مندوح